رحبكم نيستيكون في تسعين تقيقة ذيفنا اليوم صافي سعيد النائب البرلمان المجمد مرحبك صافي يودي بعاش تقول مجمد لاش ناو بتحبني نقول قول أي شي النائب مستقل ومجمد ومعلق نائب مستقل نائب مستقل المنتخب مва والبرلمان مجمد مج Like liberan مش النايب لا انا قلت النائب بالبرلمان المجمد يودي في القرار مفيش مجمد معلق وتطلق كلمة معلق مش عالين احنا كافراد. تطلق تطلق على الاعمال وتطلق على البرلمان كمؤسر. النائب بالبرلمان المعلق اعماله. خير هكذا. سيصافي هاتنا بديو بالمراسل امتع سابعين نائب لرئيس الجمهورية. شنعي لحكاية هذية. اه احنا حسب التصريحات متع بعض الاسماء اللي اه موجودة في المراسل كما قالوا هما. اه سيصافي سعيد هزيت انت الرسالة هذية. اه لاداعها برئيس الجمهورية وهو طلب لقاء مع الرئيس. وفرحوا بك برشا على ما يبدو. على ما يبدو. احكي لك ما صارت العملية هذية متع الاداع متع لطلب لقاء رئيس الجمهورية. شوف اه. حنا عملنا اجتماعات كثيرة. وصرنا سبعين عرب وسبعين نائب. وسميناها مجل. جموعة السبعين الداعمة الديمقراطية. وهي يعني عبارة عن بداية تأسيس جبهة للدفاع على المصار الديمقراطي. لانه سيتواصل هادا الشيء به. اه اه اختروني انا عنه باش ناخد الرسالة. وطلب اللقاء من السيد الرئيس. ومشيت على اساس انه الامور كما اعرفوها وكما اعهدوها في اه المبنى الرئيس. اه اه. مقر رئيس. فانا وجدت الطرقات كلها مسدودة ومسكرة. البره ولا في داخل الوقت لتجاوز. البره. 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 مسكرة على مدى ثنين كيلو متر. من بداية المرسى حتى لا يمكن لبداية سلامبو. الاشهزة اللي واقفها ما بين حراسة وا 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 اكثر من خمسة اشهزة. لانه نعرفوهم بملابسهم. واقفولك سيهرتك بعيد وقالولك تبعنا. مشينا جي نص كيلو منا. زدنا ارجاعنا جي نص كيلو. زدنا ادخلنا جي نص كيلو. واحنا مشينا جايين في الشمس. اول واحد. او اين شير رسالة قلنا ناهره رسالة كده كده. مه 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 ، ايد عائد بالم. بالتليفون. لا لا بالراديو. اه اي. Beer primer Another one. صافي ساعيد جاي بسبعي النام. انا مش انا مش جايه بسبعي النام. في الشرع. انا جاي برسالة من سبعي النام. هية اضحكوا يعني لا يزب نضحكوا شوي. يا راحل يا راي مش سبعي النام. هي ماحنا يا هاك ليه خدمتي خدمتي أنا عرف خدمتي أخذونا بعد لا وانت وحدك أنا وحدك طبعاً يعني رسالة ما تناحملوها شو هي تناحملوها بخمسة من الناس واتأخذ رسالة أنا سعي مريد في هذه المسألة صحيح الفكرة شاركنا في إنجازها وكذا والنواب والغا مشينا دخلونا ل قريطة صغيرة جاء أخذي الرسالة بداي أقرأ فيها يا سيدي راه وماش من حق تقرأ رسالة مواجهة لرازي جبوري بقيت في أخذ ورد إنه ويا قدت راهي رسالة حتى لو كانت مواجهة للسيدة الوالدة راه ما نقرهاش إلا ما تسلمها للسيدة الوالدة وتقولوا لنا قرأها لونك قرأوها دجا قرأوها قرأوها ثلاثة من الناس قرأوها بصراحة قرأت شكون من أكثر بصدر أخر وبروح أخرى قرأت أيضا من الحرسر الرياسي للبسين المدني قرأت أيضا قرأت وأنهم في فمهم ما لا يستطيعون أن يتكلموا في أجزاء أخرى ما معنى سيسافي؟ لحبة أنا مغلوبة على أمرهم لحبة أنا جايك أنا جايك أنا جايك نعم الرئيس نفسه أنا شوف أنا تعلم بسياسة حيطة بيض كتحطة قطابة نقرأ ونقولك شوفيه أنا كمشيت للقصر مشيت بروح روحت بروح أخرى الروح الأخرى ما هي هو نقيس سعيد ربما هو السجين ليس الشعب التوسي هو السجين هو المعزول الأجهزة هي التي تولت الأمور كيف رسالة لا تدخل بهذه الصعوبة؟ راه ساعتين ونص وانا ماشي جاي ماشي جاي من جريطة لجريطة وفي الأخير وفي الأخير أيضا حتى خرج واحد من القصر لابس بدلة سلم عليه باحترام وحتى هو وصاحبه اللي قبل أيضا حرور رسالة كيف تقرأوا الرسالة؟ شو يعني أنتو عاملين حراسة رقابة لرئيس الجمهورية؟ هل لي أنك صافي سعيد وإلا هذيك البروصيدور؟ شو البروصيدور؟ هل أنك أنت نائب ولا أي شخص؟ أنا وصلت لهم رسائل سابقا أنا خلت له قبل هذه الرسالة مرته ورسلناك الرسالة لتتعلق بتعيين رئيس الحكومة وكذا ما كانش هذا توصل لمكان معين تسلم رسالتك يقولوا لك وصلت تخرج تروع على روح ما كانوش يقرؤ ليش تقرأ وهي رسالة كلها من صفحة إلى صفحة ونصف لحظة شوي أنا اللي استنتجته أنا كسياسي ولكمراقب ولكصحفي ما كيتمشي لمكان تستنتج بعض الحاجات وتشوف أنا اللي شفته أنه في من يحكم مع قيس سعيد في قصر كرتاش شكو؟ الأجهزة نشون كلك حاجة الأجهزة ميش تابع قيس سعيد هي عبد العزيز بوتفليق حكم الجزائر عامين وهو ميت بتحكم الأجهزة بورقيبة حكم تونس عامين وهو لا يتكلم وليس تعلم لا الليل ولا النهار من هي الأجهزة؟ تابع شو؟ أما أنا لحسيته لأنه فيه للابس عسكري في للابس كذا في للابس كاجون في للابس كذا في المطوات في آن كذا من عرشان ولكن وليس قيسايد مش هو الأول في حياته دي جول كان مسجول عند البوليس دي جول في عامين هو يخوذ في حرب اسمها لغير دي بوليس في فرنسا كان مسجول عند البوليس وعمل ثورة عليهم حتى تتحرر منهم رأوا مش غريب هذا الأمر في الدول ليس بغريبة أبدا هو نفسه يقدموا فيه كينما يحبوا يخرجوا وينما يحبوا يتكلم بالقدر الذي يريدونه لا يمس الناس اللي هي عندهم مصارح لا كده لا كده هو إذا نجح سيكون حساب وإذا لم ينجح سيكون حساب آخر هو نفسه اليوم وعليش حنا نقوله الرئيسة لمورط وعليش نقوله أنه مش قادر يتقدم ولا يتأخر لأنه مش بيدي كل شي مش بيدي كل شي شوف نقول لك توا يعني احنا من الصعب علينا نشكل حكومة في تونس نبينه على الأقل العالم وعننا أنتور لوكتور وعننا كذا وعننا كذا نبينه هاي هاي الطالبان خرجت نزلت مجبل في سبوع كونت حكومة وبدأ يعطرب بها العالم وعملت اتفاقيات مع الصين وبدأت تشتغل في سبوع نزلوا مجبل لأنه فيه قرارات وفيه فعلا استقلالية وفيه فعلا أنه نوية نئنية وإرادة برجاء للأجهزة سي صافي الأجهزة هذية تشير الأجهزة الأمنية وبلكشي الجيش فما حديث صار بعد 25 جولي في 26-27 أنه كانت هناك جلسة في البرلمان يترأسها رجل غنوشي لعز القيس سعيد والجيش تفطنا لذلك ووقع منع هاته الجلسة نهار 25 أنا ما نتخلش في البرلمان صحيح ولا لا أنت كنت داخل البرلمان أنت موني ها صحيح على حكا إذا كنت داخل البرلمان نمشي مرتين ثلاثة في الشهر لو نعرف أنه فلان عمل الاجتماع مع كذا ولا جا يخبرني عليها ما نتخلش ينفل للإشاعات وعملين عليها نامياءات الإشاعات ما نتخلش وما نتخلش نكذب في الإشاعات والإشاعات عندما تطلق تطلق هيا إشاعة غير صحيحة ما نعرف ومستوعبته حتى كثير وما هذا اللي نقصد فيه ماش هذا اللي نقصد فيه ملا وراجل غلوش يعني عنده قدرة أنه باش الجيش والبوليس يحركوا ضد فلان وضد فلتان وكذا ما عنده إشي بالكاد عندهش قدرة يخرج من بيت ويتنفذ شوية ورش ما عنده إشي الآن خاصة ما تمشوا في الإشاعات هذه ما مثل ماشي نحكي على الدولة وأجهزتها يحرك ف経Mar هي الدولة دولة هي الأوراق أو المدارات العامين ويقضون في الأمور أحسن الوزراء ويقول لك أنهم محتجوا لك كانوا يعني في دولة ويقول ليا يقول لك نحره من الداخل ونحره من الخارج لأنه هو ببير ضغطين هو خنكون واضحين هرانا لا نشك في نواياه ولا اي شي ولا نشتمو فيك نقولوا الكلاب احنا نريد تحرير ارادة الرئيس من اللي ما عدناش عارفينها ونريد تحرير ارادة تونس علاش اتن قولك احنا عندما نحرره من الاجهزة نحرره ايضا من الخارج ومن ضغوطة ما الاكراهات الدولية؟ الله الرئيس عندما يكون مفرد في دولته وحيد يعمل روحه ديكتاتور يتصور انه ديكتاتور يتصور انه حاكم انه مستقل وقته يستفرد به المجتمع الدولي ويشرد شروطه عندما يدعون لهم يسكتون وعندما لا يدعون لهم يعملوا له معارضة لي قال مناش تلميذ نستنيه في دفتر الاعداد رئيس الجمهورية عمل بلاغ رسمي على صفحة رئيس الجمهورية قال تونس ليس التلميذ نجيب ينتظر دفتر الاعداد ونحن سيادتنا ونحن سيادتنا وطمئنا يا ريت يا اختي يا عزيزتي انا ما نحكيش في الانشاة هذه واعرف هذا الشيء وكل رئيس لازم يقول هذا الشيء بس الواقع مرات يقول لنا اشياء اخرى انا ما نحكيش هيك انا نحكيك على الدم غاجة الغرب يعمل روحه يوقف ومع الدكتاتوريات يوقف شوية مع الدكتاتوريات ليش لمصالحه اذا هو اذعن لهم ووجدوا مصالحهم معه يمشوا معه واذا هو بتاهي فرفط ويقول عندي ارادة وعندي دولة وعندي سيادة وعندي كذا وعندي تأميم وعندي كذا اه وقت يعملون له معارضات وحقوق انسان ويعملون له الدعاية وينزلوا فيه ويشطبوه شوف نقول لك هذه نقطة نقطة ثانية نقطة ثانية دعيته لانه يعقد يفعل مجلس الامن القومي ومن المجلس الامن القومي هذي ينبثق رئيس حكومة جديد ووزير الدفاع وبرلمين جديد كان يعمل كان يعمل الخطوة ليكون خطوة على اقل الى الامن لانه من الاول دايما اعتقد انه مجلس الامن القومي هو الذي يتفاعل ويتفاعل في وقات الازمات واذا يعني لم يفعل في وقات الازمات فلماذا هذا مجلس الامن القومي مجلس الامن القومي هو سلطة فوق السلطات في الواقع وفي كل الدول وهو اللي عنده السياسات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والاستخباراتية وكله ومجلس الامن القومي هو في وجهات النظر وفي سيادة تونس وتبرز في سيادة تونس ونجمه من خلاله يخاطبه المجتمع الدولي ليس لازم رائزنا في كل كلمة يقولوا اه يطلع هو يتكلم لازم يكون عنده ناس يكون يتكلموا لازم وهذا هو اللي يعقيه من الصدام المباشر وهذا اللي يعطيه النفس حتى لتغيير اراؤه كشفتوه حتى يجيه يغير رائي يوحد لانه هو المستضم بالاعلام بالناس بالجماهير بكذا يعني ايضا هذه النظر جميل سابعة College Lira يذهب رائع TERIRI бо الوان كهين هؤلاء هح meaningful دخلリ tecnolog장 تعليل أنا مت facebook في حياتي نعرف الانقلابات كيف تقع ونعرف الانقلابات تم تقع على درجات ولا الراحل وثم دفعة واحدة وكذا أنا راني نعرف وكي نقول انقلاب رو نعنو في برشة حاجات في برشة اتجاهات انقلاب أولا خروج عن شرعية الدستوك لماذا تشير زافسا أحنا في انقلاب قي سعيد عمل انقلاب أنا نعرف شو نحكي لا تقول لي لا تشير لا ما تشير أولا خروج عن الشرعية هو انقلاب وقلت هالك من نهار 26 جويل يهلا ويمكن أنا أول واحد قلت انقلاب قلت كشبه انقلاب ربما يكتمل يصبح انقلاب اي اكتمل ما زال من المكتمل شوف اين نرجع تهوى نعمله مقارنات شوية مع دول الأخرى لاني نعيش وكما لو نعيش في هذا الفضاء واحد ما الذي حصل في غينيا قبل سبوع هو أنه رئيس هو أنه رئيس اسمه ألفا كوندي وهو كان من الحقوقين أيضا هذا ألفا كوندي ومناظر كبير وكان معارض لحمد سيكوتوري وكذا جاء خذات دو موندا قانونه حقه في القانون في الدستور دو موندا حاب يعمل الثالثة حاب يعمل الثالثة جاء خرج الجيش عملوا هالي انقلاب أزحوه ماذا قال الجيش في بلغه؟ قال هذا خروج على الشرعية هو الذي بدأ بالانقلاب وحنا انقلبنا لكي نعيد الأمور إلى نصابها لكي نعود إلى الصف شفت كيفيش؟ شفت حتى الذكاء عندك شو مشكلة موريطانيا في انقلابها؟ هو أنه الموندا الثالثة والرابعة أنه كل رئيس تكمل الموندا يحب يضيفوا أحد أخر في الدستور شو مشكلة حاب يجزبوا التفتيق؟ أنه كملوا الأربعة مندوات يحبوا يعملوا له واحدة خامسة شو مشكلة تبن عليه؟ شفت في نفس الحالة؟ شفت في نفس الحالة أنا أقول لك لماذا في نفس الحالة؟ لأنه عندما نبدأ والجيش الذي أشهد به قيس سعيد وقال الجندي ذلك سيخلده التاريخ والجندي؟ اسمانيا أنا لديه لماذا الناس يعملوا دسترة؟ لماذا تعمل عقد زواجين؟ لماذا تعمل؟ من شان تضبط الأمور والقواعد؟ العقد وشريعة الطرفين عقد بين شركات بين زواج بين الدولة وحاكم ومعكم لماذا نعملين؟ نعمل دستور بالطراضي وهو فعل فاصل من الدستور اسمعني تفعل فاصل تفعل نقطة فاصلة هل تعرفك الفيرجول عنده معنى واو وأو تغير المعنى أنت لا لديك حق بالخروج إلى الطراضي ثم أدوات أخرى ثم قوانين لعبة ثم قواعد لعبة لا تغير لعبة في وسط اللعب ما يعني؟ قلت لك أنا أقول لك بضميري ومعرفتي قد أكون ناقص قد أكون كذا لكن هذه هي إيماني بنى عليه نفسه هي أكل إضافة المانضاء الأخرى هي اللي ذهبت به وبدأت الساحة تتفاعل وكذا أراه تخرج عن فيرجول وتغير فصل بفصل أراه كيف كيف خروج على الشرعية خروج على الدستور أنت الدستور حذف أحلفت عليه وأمنت به وطلعت به تحكم وصرت رئيس وصار هو دستور يعني بالطراضي بين حاكم ومحكم ما تجيش تغيره كاك ثم قواعد التغيير كلنا مع التغيير كلنا مع التغيير تل ملاق قاعد يتغير الدنيا كل استغير استفتاء الشعب استفتاء الشعب حول تعديل الدستور أو التغيير أسمعني حتى تعديل الدستور أو التغيير لغم لغم شفت كيفاش الردوا في الحاجات ولو نعملوا مقارنات نفهم القانون الدستوري في العالم كلنا نعملوا مقارنات ما تدون أنت في مينمار اللي صار فات طرحت هذه حتى هي كانت استاذة حقوقية وأخذ النوبل لحقوق الإنسان هذه سان تشي أخذ النوبل حبت تغيير الدستور من فقرة لفقرة من شان تعطي لنفسها أخرى جاء لها الجيش وعمل لها انقلاب إذن تغيير الدستور راو مش لعبة راهو ما هيش لعبة ونلعب بها والذي يجب أن نعرفه عهد الدستير الممنوحة انتهى شوف البريطانيين عندهم ما يسمى بالماغنا كارت منذ القرن الثالث عشر ثمانية قرون وما زالت تعيش وما زالت مسكونة في صدور البريطانيين وما زالت هي تحكم وما زالت هي الوثيقة والتعويذة والشرف الشرف الشرف السلطة من يلجم السلطة السلطة عند غراءات لا تلجيمها إلا سلطة أخرى أنت عندك دستور هو السلطة التي تلجم إغراءاتك وإغواءاتك ليس كيف كيف تعال نغيره نغيره مع بعض طوى تغير سساف سساف ونعاود الانتخابات وأربح ساعتين أنت ولا غيرك المخرج الوحيد لقيس سعيد هو أنه البرلمان يرجع البرلمان هل تعتقد لا قلت قلت يرجع البرلمان ينتخب في جلسته الأولى رئاسة جديدة عوض الغنوشي وقبول استقالة المشيشي وقلت أنه إرجاء الانتخابات في ظرف ستة شهر تحكي لي عن الرسالة أو تحكي لي فيما قلت سابقاً قلت سابقاً وهل هو من مظامين الرسالة أم لا؟ رجع البرلمان بإقالة الغنوش عشنا خمسين يوم وصرنا نشوفه ونتحسس ومبارح المعارضة قطرة قطرة اليوم بدأت تتجمع هذه القطرات والمعارضة بدأت تكتر ومن هنا لشتاء ربك يعلم المعارضة الخمسة عشرين جويلية؟ المعارضة طبعاً لخمسة عشرين جويلية وقعد تكتر وتتجمع في الداخل وفي الخارج ويجب أن ننسوش الخارج لأننا جزء من الخارج ونحن مربوطين بالخارج أكثر مما نتوقع ونعتقد مربوطين برشا ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ لا أريد أن يسمى بالعودة الوراء أنا نفسي يسمحوا لي أصدقائي وزملي في البرلمان لا أتشرب به كثير هذا البرلمان أنا هاني نفسي لنقولك لكن نقولك مدام نحن في البرلمان أولاً ما مع نظام البرلماني الدموقراطي ولا لا يعني كلمشون نظام آخر أو كلمشون نظام الرئاسي رفا ما أدت أنواع من الأنظمة الرئاسية كما أدت أنواع من الأنظمة الديمقراطية التمثيلية ستة وثلاثين نوع في الرئاسي ثم يعني أنت النظام الملكي شو تسميه والنظام الرئاسي والرئاسي المعدل والرئاسي الكونفيدرالي برشا برشا أنظمة رئاسيات راه لازم نحن نعرفوه ونفهموه حتى نمشو بحاولة ثانيا نعدل مع بعضنا فما مشكلة في رئاسة البرلمان سيساف عودة البرلمان بدون الغنوشي أنا ما نقوله شا رجع الوراء أنا نقوله أرجع للصف أرجع للقواعد أرجع للقواعد كنت ختمة بصفة عملية سيساف يرجع البرلمان ولا لا واضح لا مرجعش البرلمان مالاش راضين عليه البرلمان البرلمان أو رئاسة البرلمان ممكنت عندكم فرصة لسحب الثيقة من راشد الغنوش يا عزيزتي خلود أنا هاشو مقولك لو مش أنا نقرر نرجع البرلمان ولا ما نرجع البرلمان لا في يدي قرار لا في يدي البرلمان لني رئيس برلمان أنا شخص أقترح أفكار من شان خروج بهذه البلاد وتحرير إرادة الرئيس وتحرير إرادة تونس لأن إرادة تونس أصبحت مرتهنة ومعطلة في الداخل ومرتهنة في الخارج هذا اللي حب أقوله كيفاش نرجع للصف للقواعد ما قلتش نرجع الوراء لأننا شو عملنا احنا فيه خط اسو ثمانين خرجنا منه هو يعترف أنه خرجنا منه إذن كيفاش نرجع له النجم نرجع له ونفعله وفي أوقات الأزمات نجم الناس كل حاضرين النجم تعطيني بسرعة أهم نقاط للرجوع للصف ثم برش أنا طالب منه حوار ما نحبش نقول أنا في تليفزيون ماذا سأقول له لو اجتمعنا أنا طالب منه يفتح الحوار مع أطلاقات التونسية ويستمع إليه وعندنا أراء وعندنا أفكار قد تعجبه وقد تخرجه من كل إحراجات وتخرجه من كل ورطات هو كل يوم يكرر أنا لست في حيرة من أمري أنا لست في كذا هذا هو الدليل أنه في حيرة من أمره وفي حيرة من أمره مع التاريخ كما هو يقول عنا ما يخرجه فقط نحرك شوية عقولنا نستمع لبعضنا نستمع مش نسمع نستمع نناقش نجادل نحكي بصراحة بعيد على الإعلام بعيد على الميكروفونات بعيد على الدعاء بعيد على اللغة الفضفاظة وكذا نحب كلام مواضح نردوا به كلام مواضح كلام مواضح معناتها كلام عملي منهجية برنامج خط الطريق سميها ما تريد سميها ما تريد بدنا يفتح الحوار مع التوانسة ومع مؤسسات إذا أنت عندك نص ساعة سيسافي بحذية ما أعطيتني حتى نقطة عملي مش بالضبط لأ عندي عنا ما عملي وقلت تقولها للرئيس وبعد نسألك عليه قلوا نرئية ومن الأفضل أي بعد ثلاثة أربعة أيام نحن علينا أن ننتظر بعد ثلاثة أربعة أيام إذا ما عيتلناش ونسكر علينا ونطلع رد علينا في كلمة طائشة في الشارع بالشوارع نجيك ونقول لك كل شيء مرحبا بك سيساف مرحبا أنا نحترم إرادتك وشكرا لك على الحضور نخصيبك ويعطيك الصحة أنا أحكيت لك كان على الرحلة أحكيت لي على الرحلة في انتظار أنه ثلاثة أربع أيام إذا كان قيسة سعيد ما جوابكم مش على طلب اللقاء اشترجع بحدي وحنا رعوا بقروره ونجد نقول لك إذا كان هو جوابنا رعوا ربح لإلو وإذا ما جاوبناش رعوا ربح لنا شكرا لك عاشك صافي سايد شكرا لك على قبول الدعوة واحدة ثلاثين ثلاثمائة وثمانين الف مرحبكم الكل بعد شوية الكلمة لكم اشتركوا في القناة